في منشور نشر مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ عبد الله على هتيله على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي ترق إلى عدة قضايا تتعلق بالتطورات السياسية في الشرق الأوسط. أشار هتيله إلى أن وقف الحرب في المنطقة يرتبط بالمشروع العربي مشيرا إلى الرؤية السعودية التي تم طرحها على إسرائيل كجزء من عملية التطبيع بالإضافة إلى تقليل الدور الذي تلعبه السلطة الفلسطينية. أكرر هتيله اتهاما لفصائل المغاومة في المنطقة بمحاولة إفشال مخططات بلادها لتحقيق مستقبل فلسطين وفقا لأجندتها الخاصة. تم ذلك بعد اجتماع رأسه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلين كونة في العاصمة الأردنية عمان حيث حضروا وزراء خارجية الدول المطبعة مع إسرائيل باستثناء قطر. وكان الهدف من الاجتماع توصل إلى خارط طريق بديلة للسيطر على قطاع غزة بعد فشل محاولات الهزيمة العسكرية له. ومن بين المشاريع الأمريكية لمستقبل غزة هو تحديد السيطرة الفلسطينية على الضفة الغربية ونشر قوات دولية شارك فيها قوات عربية وإسلامية مطبعة كبديل لتفكيك المغاومة في المنطقة خاصة مع فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق النصر العسكري. نشكركم على حسن المتابعة والاستماع. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.